فإذا نكمل. فهنا صفحة اللوغن. لاحظوا هذه صفحة اللوغن. فأنا أحتاج أن أقوم بإنشاء آآ يعني صفحة لهذا الموضوع. فكيف ذلك نفس الفكرة بالآآ أكتب هنا. وبكل بساطة أكتب اكسفورت آآ ديفولت وهنا اكتب مثلا وطبعا نبدأكم بشكل جيد نصححها. فإذا الآن يفترض في آآ في الخلفية يظهر لنا دعوني اقوم بالتحديث. اذا تحديث. فإذا ها هي. فإذا ننتظ. طبعا هناك تظهر في نهاية كل شيء هنا سمي كولون. لماذا? هذا من آآ ملف هنا. في ملف آآ هنا بإضافة هنا سمي كولون. سأحذفها. جيد. فإذا الآن لا يوجد هذا الشيء. فإذا ممتاز. فإذا آآ آآ باللوغن نحن نحتاج آآ نضيف آآ فورم. وبالتالي هنا سأنشأ آآ آآ كونستانت سأسميه او دعوني اقول فونكشن آآ فونكشن آآ آآ لوغن فورم. وهنا سنعيد فورم. ما رأيكم نعيد فورم. مثلا اتش وان هاي مثلا. وهنا سنجلب هذا اللوغن فورم ونضع هنا. في هذا الشكل. فهل يوجد مشاكل? لا يوجد مشاكل. ظهر لدينا هاي. فإذا آآ ممتاز. آآ قبل ذلك اريد ايضا ان اضيف بعض الستايلينج. فسأقوم بإضافة الستايلينج بين هنا. سأكسب بصار واحد للأعلى. سأقوم الآن بانشاء هذا الملف الذي اسمه موديول ايضا. اسمه داشبورد دوت موديول. سيكون موديول خاص بالداشبورد. آآ اي شيء بالداشبورد سنقوم بانشاء آآ له. آآ سنضع الستايلات في هذا الملف. فإذا الآن سانشئ هذا الملف الذي اسمه آآ داشبورد موديول سي اس اس. وسأضع الستايلاته هنا. طبعا انا انشأتها بوقت سابق. وسأستعين فيها. سأستعين بهذه الستايلات الآن باللوغن. اذا جيد. فبخصوص هنا اللوغن. آآ عفوا بخصوص اللوغن بيج يعني. يعني اسميها لوغن بيج حتى لوغن بيج. آآ هنا اريد ان اضيف كلاس نيم جيد. لهذا سيكون نعبة اسمه داشبورد كنتينر. وكما اتفقنا كل ستايل نيم موجود هنا. سيكون موجود فعليا باللستايلات. ممتاز. الآن بخصوص الفورم لوغن. انا اريد ان اضعه بكمبوننت منفصلة. وبالتالي هنا في الاعلى ساقوم بجلبه فذا الوغن فورم. من كومبوننت. ساقوم الان بانشاء. فذا من كومبوننت. ساضع الوغن فورم هنا. واقوم بانشاءه بالكومبوننت. جيد. وساضع في هذا الشيء الموجود هنا. الذي كتبته انا. ساضعه هنا. واجعل الفنشن اكسبورت اه ديفولت. اذا هذا هو الوغن فورم. وهذا هو اه هذا هي الوغن بيج. سامسح الوغن من هنا. وهكذا انتهينا. فذا لنرى التغييرات التي التي حصلت. اذا ها هي. فاذا هنا لاحظوا. لاني قمت وضعها بكونتينر اه خاص بالسي اسس. فظهرت هاي اه هنا. فالان نريد ان اه نقوم بانشاء الفورم. الوغن فورم فعليا. سنذهب الى هنا. ونبدأ بانشاء هذا الفورم. فبداية سنضع هنا الديف. وهذه الديف سنعطيها تلاس نيم. هذا اغراض الستايلينج. سيكون اديها ستايلز. اه ايضا من الداشفورد. ايضا من ملف الداشفورد. فبالتالي سأجلب على الستايلز من هنا. فذا ستايلز الداشفورد نفسها. اه وبداخل هذا الشيء سنضيف اه فورم. هذا الفورم مرة اخرى سامسح منه الاكشن. وسيكون فيه او له كلاس نيم. التي هي ستايلز فورم. وبداخل هذا الفورم سنضع ديف. وسنعطيها كلاس نيم فورم جروب. وبداخل الديف سنعطيها الليبل. وهذا الليبل سيكون للإدنتفاير. فاذا الان سأخبركم لماذا. سأخبر من جاء الفورم ثم اخبركم هذه الحقول لماذا. وهنا مثلا بداية سنكتب ايميل. وهنا سيكون لدينا انبوت. انبوت ايميل. والنيم الخاص به ادنتفاير. اما بخصوص الستايلز فسأضيف كلاس نيم للليبل. يكون عبارة عن ستايلز ليبل. وبخصوص الانبوت ايضا سأضيف له كلاس نيم اسمه ستايلز انبوت. هذه الفورم جروب سأكررها مجددا نفسها. لكن الليبل هنا سيكون فاسوورد. والتيب هنا للانبوت سيكون عبارة عن فاسوورد. والنيم فاسوورد. وايضا بالنسبة للهتمل فور سيكون هذا فاسوورد. وايضا سيكون لدينا فورم جروب اخر. لكن بهذا فورم جروب. لن يكون لدينا ولن يكون لدينا بل سيكون لدينا زر هنا. سنضع فيه او سيكون فيه الخاص به ستايلز اه بطن هنا. وسيكون عبارة عن ايضا اريد ان اضع له ستايل اخر. ليس فقط هذا. فيمكن ان اقوم بالتالي حتى اضيف اكثر من ستايل بنيكس جي اس. ستحتاجون هذه المعلومة فعليا. اه فبداية يمكن ان نضع هذه الباكتك هكذا. وهنا نضيف اه جاباسكريبت بهذا الشكل. نضيف الستايل الاول مثلا بطن. ثم نعطي براغ هكذا. وثم نضيف الستايل الاخر. سيكون هو عبارة عن اه هكذا. هكذا اسمه يعني موجود بملف الستايل. الآن سأجمع هذه كلها معاهم بهذا الشكل. فاعتقد اه هكذا اه صحيح. فاذا نرتبها. فاذا الان اللي نرى النتيجة بصفحة اللوغن. فاذا صفحة اللوغن. يبدو انها اه اصبح شكلها جيد. فاذا هذا هو مصغر هكذا. فاذا هذا هو الايميل الذي قمنا فيه. فاذا هذا هو الايميل وهذا هو اللوغن. اه لكن اعتقد اه هناك مشكلة هنا باللوغن. لما الزر لم ياخذ كل الستايلات. فاذا نلاحظوا فعلا الزر اخذ اه داشبورد بطن فاعتقد دعني اصحح ذلك. سامسح الفراغات هنا لنرى. اه نعم. لانه بكل بساطة الكلاس الموجود بال بالعكس اسمه. ليس هكذا. فاذا هذا هو اه هنا. فاذا الكلاس اسمه اين هو? اين هو? اين هو? اين هكذا اسمه بالتالي. الان ظهرت الستايلات. فاذا اه ممتاز. فاذا الشيء الذي ارد ان اقوله هنا. ان نحن لانشاء اي فورم نحتاج اكيد نحتاج فورم. نحتاج انبوت. نحتاج لابل هذه الامور. لكن الاهم ايضا حتى يعمل الانبوت يجب ان يكون له نيم. والنيم هذا كان له اه ادنتفاير والنيم لهذا كان اسمه فاسورد. فاذا ندعونا نرى بانسبكت المنت. عفوا. فاذا نلاحظوا هذا الانبوت. هذا. هذا النام له فاسورد. او فور فاسورد. لاحظوا. هذا اللابل فور فاسورد. وهنا النام للانبوت هو فاسورد. وهنا ادنتفاير وهنا ادنتفاير. لماذا? لاننا عندما نريد تقديم هذا الفورم او المعلومات او الفاليوز لهذا الفورم ال back end. نريد ان تأخذ identifier و password. فتدعونا ان نقوم بتسجيل الدخول باسم مرة اخرى. فالان عندما نريد تسجيل الدخول نريد تسجيل الدخول هنا. عفوا باليوزر هنا. اليوزر الذي نريد تسجيل الدخول به وهذا التست او اي اي يوزر مثل هذا الموجودة هنا. هذه التي نريد تسجيل نجعلها تسجل الدخول. يعني سامي يمكنه تسجيل الدخول والتست هنا يمكنه تسجيل الدخول. هنا التست نريد ان نتأكد ان التست له اه باسورد معين. تأكدوا من الباسورد ما هي. يمكنكم اعادة كتابتي هنا. نريد ان نتأكد انه وان هذا هو اكتب. نريد ان نتأكد من هذه المعلومات. نتأكد من كلمة المرور. ونتأكد من الذي هو سيكون الذي سنرسل للباك اند هذا الموضوع. فاذا الان دعونا نقوم باخذ البيانات من هذا ونجعل هذا الفورم يعمل مبدئيا اه ببنكس جي اس. نريد نريد ان يعمل بنكس جي اس مبدئيا. فنفس الطريقة لجعل اي اي فورم يعمل نفس الطريقة هو ان نستخدم use state from react. ونكتب هنا const login data. وست login data. وثم هنا use state. وهنا نكتب identifier. وثم هنا باسورد. وبالنسبة للانبوت هنا سنضيف له اه بالنسبة للانبوت للادنتفاير مبدئيا. وايضا للباسورد سنضيف هنا value التي هي ستكون logandata.identifier. وايضا بخصوص الانبوت باسورد نفس الشيء سنضيف هنا له value logandata.password. ايضا علينا ان نضيف on change. عندما يتم تغيير هذا الانبوت اريد ان التقط هذه التغييرات. فهنا يمكن ان اكتب هنا handle change. وهنا ايضا handle change. وعلي ان انشئ هذا الفنكشن. اذا هنا ساكتب handle change. واقوم بانشائه. فاذا handle change. وانشئه يعني. فاذا مبدئيا بhandle change. احتاج ان اخذ event. واحتاج ان ارى المكان الذي تغير اه تغيرت فيه القيمة. وريد ان اخذ name له والباس value. من هذا المكان الذي حدثت عليه event on change. وعندما يتم هذا التغيير. فانا اريد ان احفظ هذه التغييرات بالstate التي لدي. فاذا set login data. فset login data. عندما يتم التغيير مثلا على identifier. فانا اريد ان احفظ القيم القديمة للform الموجودة بlogan data. وارد ان احفظ القيمة الجديدة الذي اريد ان احفظ القيمة الجديدة التي تغيرت مثلا على identifier. فيمكن ان اكتب هنا identifier مثلا. وهنا ال valid. لكن انا لا اعرف ما الشيء الفعليا تغير. فانا ساقض الشيء الذي تغير من الذي حدثت عليه حدثة on change. واكتب هنا name يساوي valid. فاذا انتهينا. فاذا الان حصلت على هذا. جيد. فاذا هذا نقطة. فاذا النقطة هنا ان احتفظت بهذه التغييرات. الان عندما يقوم بالنقر على زر لوج ام. فانا اريد فعليا ان يقوم بارسال او بكتابة ان هناك اه اه انا تم ما ان يقوم مثلا بكتابة console.log اه تم ارسال التغييرات. فكيف ذلك? فهنا ساضيف للفورم اه ان سمت. هكذا. وانشئ لها فانكشن. فاذا نهاندل سمت. وهنا في البساطة مرة اخرى اكتوب هاندل سمت. وانشئ هذا الفانشن. وعندما يتم فعليا ارسال هذا. فانا اريد فعليا ان بداية لا اريد ان يأخذ السلوك الافتراضي مثلا بتحديث الصفحة. بعدا ساقوم بربين ديفولت. وانا ساقوم بconsole.log لماذا? لاللوغن ليتا. مبدئيا. فاذا الان لو ذهبت الى هنا. الى يعني هنا. وقمت بتسجيل الدخول مثلا باي شيء. لا داعي انه صحيح. اي شيء. فالان اه انسبيكت. فاذا هناك خطأ. فاذا ما هو خطأ? يقول لي ان هناك تتغير بشكل اه بشكل واذا لنعود لنرى ما المشكلة. المشكلة هو ان انا كتبت هنا بطريقة خاطئة. فاذا ساقوم بتصحيحها. فاذا اعتقد الان كل شيء سيكون جيد. فاذا مرة اخرى. فاذا هكذا. فاذا يفترض انه. طبعا هنا يقول لي انني كتبت هنا انه لهذا ايميل. فيطلب مني ان ادخل ايميل صحيح. فاذا سادخل ايميل ايميل. ايميل. اذا لوجن. فاذا نلاحظ وهذه هي اللوجن. فحصل على اللتي ادخلتها وحصل على فاذا هذا شيء جيد. هذه بداية جيدة. لكن انا فعليا الان اريد ان ارسل هذا الوجن الى اين? اريد ان ارسل هذا الوجن الى اه الى هنا. اريد تسجيل الدخول هنا. ليس لهذه اللوحة ولكن اريد تسجيل الدخول باسم هذا اليوزر. فكيف ذلك? بداية ساحدد نقطة الدخول آآ لي آآ ساحدد النقطة هذا بملف اي بي اي الذي قمت بانشائه آآ سابقا. فلنرى مجددا ما هو هذا الملف. اذا هذا الملف الذي قمت بانشائه هنا. اي بي اي سير. طب مرة اخرى. هذا الملف قمنا بانشائه هنا اريد ان اضيف نقطة هنا في هذا الملف حتى اكون منظمة اكثر. فاذا لينا قم باضافة هذه النقطة هنا. فاذا هنا ساقم باضافة آآ ساكتب آآ او 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 شي كهذا. هنا ساكتب آآ ساجلب اي نقطة دعونا نجلب آآ هذا حتى لا اككرر. فاذا هنا سيكون اسم هذه لوجن يوزر. ولكن النقطة هنا لن تكون هذا. ستكون هي عبارة عن اي بي اي اي او او و لوكا. فاذا هذه النقطة استرابي التي يمكن من خلالها ان نقوم بتسجيل الدخول. فاذا ممتاز. فاذا الان هنا باللوجن فورم. ساجلب هذه النقطة. فاذا ساكتب امبورت لوجن يوزر. من اين? من مسار واحد للاعلى. اي بي اي ري سيبي. فاذا انجلبت هذه النقطة. فاذا انه انتاز. عندما يتم فعليا عندما يتمت فعليا تقديم الطلب او ثابت المقر على زر لوغن وارسال المعلومات. فانا اريد فعليا هنا ماذا? اريد فعليا ان ارسل سند لوغن بتويست تو باك اند او توسترابي بمعنى اخر. فبداية انا ساقوم بتش. اه طلب بتش. صحيح. فاذا اني نقوم بذلك. فاذا ساكتب هنا كونست كونست لوجن رسپونس. التي ستكون هي عبارة عن نقطة نقطتنا هي لوجن يوزر. وايضا هي ستكون بوست ريكوست. فالتالي هنا يجب ان ندخل معلومات. اه وفاذا بالتالي هنا الميثود ستكون هي عبارة عن بوست ريكوست. والهيدرز بالهيدرز. طبعا نحن نرسل طلب اه وبتالي المعلومات التي نرسلها هي عبارة عن اه جيسون. وايضا نحن نريد ان نرسل معلومات صحيح? فاذا يمكن ان ارسل هكذا بهذا الطريقة ان ارسل جيد. يمكن ان ارسل بهذا الطريقة. او يمكن مثلا ان ارسل اه ليس يعني يمكن ان تفكر بهذه الطريقة. هذا ما اقصد. لكن يجب ان ترسل بصيغة جيسون. وبالتالي يجب ان تكتب جيسون دوت رينج فاي لوجن ديتا. فقط. طبعا هذه الفتش هي عبارة عن اه اذا اقوم باعادة لي بروميس اقوم بحلها باويت وبالتالي هذا يجب ان يكون السين فونكشن. وانتهي نافذاني الان علي ان ارى الريترن ديتا. بعد ان ارسل هذا الطلب اريد ان ارى الريترن ديتا. فبالتالي ساكتب هنا كونست ديتا ريترنت. فساحلل الوغن ريسبونس. ستأتي بجيسون فاسا اقوم بعرضها بهذا الشكل. وساقوم بكونست دوت لوج لهذه الديتا. طبعا لي ارى ما الشيء الذي فعليا حدث? وهل شيء كوشيء على ما يرام. فاذا الان ساقوم بالنقر على لوغن. فاذا لوغن لاحظوا جاءني رد من استرابي. هذا هو الرد. سيقول هناك ارور. فاذا هنا لاحظوا يأتيني ارور. عندما يكون هناك مشكلة. فاذا تأتيني هنا الديتا. يأتيني هنا ارور. هذا الارور يقول لي ان status اه 400. والنيم validation ارور. والمسج اه invalid identifier or password. فاذا ماذا يعني هذا هذه المسج? اه علينا ان نعرف ان اه status code عندما يأتي اي رقم فيه يعني رقم من اربعمائة اربعمائة واحد اربعمائة اثنين ثلاثة اربعة هكذا. هذا يعني ان الخطأ من جهة وماذا يعني خطأ من جهة يعني خطأ من جهة او المتصفح. المكان الذي تم ادخال فيه المعلومات. واذا فكرت بشكل افضل وبشكل اذا فكرت بشكل يعني اه واضح سترى ان هذا الشيء منطقي وهذا الشيء صحيح لاني انا انا ادخلت كلمة المرور خطأ. هذا خطأ مني كيوزر وخطأ من المتصفح. فاذا المتصفح ارسل شيء خطأ. يعني انا المستخدم للمتصفح لكن الخطأ كان تقنيا من جهة اين? من جهة المتصفح. يعني من جهة ليس من جهة فاذا اي خطأ رقمه اربعمائة او اربعمائة واحد اثنين ثلاثة اربعة فاذا هذا هو خطأ من جهة لكلاينت. فاذا اه هنا دينا خطأ من جهة لكلاينت ويقول اه ان بالت. فاذا نلاحظوا جاءني فيمكن هنا عندما اقوم بتحليل هنا اكتب مثلا احصل لي على من هنا. هكذا. من الديتا. واكتب هنا اذا كان هنا عليك جيد جدا. ماذا اريدك ان تفعل? اريدك ان مثلا ان اه تكتب لي هذا. فيمكن ان اكتب هنا message. واكتب هنا اه message dot name. وثم هكذا. و message dot message. او error dot message. انا كتبت message dot name. خطأ error. اذا كان دي error فانا اريد error dot message. وهنا error. انا اضع هذا اشارة الاستفهام. بمعنى اخر اذا كان هنا عليك error. فكان error object. فقم باعادة اه. قم بالاستمرار غير ذلك توقف. اه. وفي هذه الحالة سنقوم نحن بترو اه. اه. الذي هو هذه الم message. طبعا الان اذا توقفت عند هذه النقطة سيأتيني خطأ على الشاشة. فاذا اللي نرى. ذا لوجن. لاحظوا سيأتيني خطأ على الشاشة بهذا الشكل. وسيتوقف البرنامج عن العمل. لكن انا ماذا افعل في هذه الحالة? انا لانني بالاصل كتبت throw new error. فكرة throw new error. او فكرة throw error يعني. هذه الفكرة انك انت تريد ان توقف فعليا البرنامج عن العمل عندما يحدث هذا الخطأ. لكن انا لا اريد هذا فعليا. اريد ان يظهر الخطأ لكن لا اريد ان اقوم باقاف برنامج على العمل. فساستخدم جملة try and catch. واذا كان هناك error فعليا. فقم انت بكتابة هذا error. وسأاخذ هذا الذي كتبته كامل هنا. اه اعتقد صحيح وسأضعه بداخل جملة try. فذا الان مرة اخرى ساقوم انا بلوجن. لن يحدث لن يتم اقاف برنامج على العمل لكن سيعرض لي الخطأ على على الشاشة. على يعني يعني يسجل الخطأ كلوجن. فذا ممتاز. الان وصلت لهذه النقطة ممتاز. لكن اه ماذا لو ادخلت المعلومات بشكل صحيح فضعونا نارى. فاذا هنا اذا قمت انا باتخال اه كلمة النور صحيحة. انا بالنسبة لي واحد اثناء ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وهذا هو الايميل الموجود هنا. انت اذا لم يكن لديك المعلومات نفسها ربما اخطأت ربما لم تشاهدني مئة بالمئة لم تتابعني كان لديك شيء اخر لا مشكلة. تذهب لسترابي. تذهب الى الايميل. وتتأكدنا الباسورد. تكتبها بشكل صحيح. تأكد ما هي الباسورد. تأكد ما هو الايميل. وعدوا دخله هنا. فاذا لاحظوا اللوغن هنا صحيح. وجاءني لاحظوا النتيجة جاءتني بوبجيكت فيها اه جيسون وبتوكين. يعني جي دابل يو تي. اسمه جيسون وبتوكين. ها هو. واليوزر جاءني معلومات عن اليوزر. فاذا اليوزر ما هو اه من اه ما هو ايميله? متى تم انشاؤه? هل هو بلوكت ام لا? فاذا جاءني انما قم بتجيب بشكل صحيح. رجع اعادة لي السيربر. اعادة لي السيربر جيسون وبتوكين الذي اسمه جي دابل يو تي. واعادة لي اليوزر. فاذا هنا يمكن ايضا اين 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 من الارور اه من الديتا ايضا اخذ الجيسون وبتوكين وايضا اخذ ماذا ال اه اليوزر. يمكن ذلك. جيد ساحذف هذا. فاذا ممتاز. طيب. فاذا نسمع لنقطة مهمة جدا بهذه المعلومات. لكن الان اه ربما انت ستساءل يعني ما فائدة هذا الجيسون وبتوكين. فكلما يقوم الشخص بتسجيل الدخول يتم اعادة له توكين معين. ما اه هذا التوكين طبعا اه له صلاحية معينة. عندما تنتهي صلاحيته سيطلب من المستخدم ان يعيد تسجيل الدخول. وسينشأ له رقم اخر. هذا 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 التوكين الموجود هنا. هو يعني حتى يقوم الشخص باضافة ريسيبي او مثلا بحذف ريسيبي او تعديل ريسيبي. يجب ان يضيف هذا التوكين. وسترابي ستتأكد ان هذا هذا التوكين صحيح. فستمكنه من القيام بالاجراءات الاخرى. فالان نحتاج ان نقوم بحفظ هذا التوكين في مكان معين. حتى عندما حتى لا يحتاج الشخص ان يسجل الدخول في كل مرة. في كل مرة يريد ان يضيف ريسيبي يسجل الدخول. في كل مرة يريد ان يفعل كذا يسجل الدخول. لا. نحن نريد ان نحفظ هذا التوكين في مكان معين. ونرسله للسيرفر بشكل اوتوماتيكي. ونحن عادة حتى انه ذهبنا حتى اريكا. عندما ذهبنا مثلا لاد ريسيبي هنا. وقمنا باد ريسيبي بالفورم. فاذا فورم اد ريسيبي مثلا. فاذا اد ريسيبي او ريسيبي فورم. فالشيء الذي قمنا به هنا ان انا قمنا بارسال توكين. نحن قمنا بوضعه كما كما شرحت لكم في وقت سابق قمت بوضعه بشكل يعني قمت باضافته للأي بي اي الذي لدي. فاذا اين هو الذي لدي? قمت باضافته هنا. وبشكل يعني مباشر قم باضافته هنا لكل التي لدي. لكن نحن الان نتطور بهذا. فنحن نريد الشخص ان يسجل الدخول ويعود له الجيسون وبتوكين ونعوضه هنا في كل التي يحتاج الشخص ان يقوم بها بشكل او ان يكون مخول بها. فاذا لا تقلقوا اذا لم يكن هذا واضح لاننا سنوضحه مع الوقت. سيكون اوضح مع مرور الوقت. لكن الفكرة الاساسية الان التي وصلنا اليها نحن الان هو ان هذا الجيسون وبتوكين يجب ان نحتفظ به بمكان ما حتى حتى نستخدمه لاحقا.